سبعة خير أنا النهاردة في الجماعية الجغرافية الجماعية الجغرافية بزرق أصل العين الجماعية الجغرافية يعني جغرافية طبيعية فيها خرايط فيها مخطوطات فيها حوالي 12500 خريطة أطالص فيها حاجات من قرن السبعتاشر والقرن الثمنتاشر يعني تراث بس لجالي النهاردة غير كلامنا حاجة تانية يلقاها الرئيسية تحفة 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 ها ترك رأسي هذا الكرسي يجب انظروا الكرسي انظروا الكرسي ماذا الخروم؟ هذا الخروم يجب أن تكون قادة طويلة لا تتعرق وعلى شكل زخرافي المغفور له الخدوي اسماعيل باشا 1875 هذا العام الذي انشئ فيه وانشئت فيه هذه الجمعية العظيمة حيث تقع تحفة والقبة دي والنور تحفة عوامية حديد كتابة الأمير محمد علي وبرنس محمد علي الذي لديه القصر في المانيال تحفة المانيال قليلا كتابة قليلا كتابة ملك فؤاد محمد علي هذه الأماكن التي لديها الأربعة تماثيل كان فيه أربع أماكن والأربعة تماثيل التي ترى كانوا يضعون هنا تمثال في كل رقم هذا واحد وفي واحد هناك في الآخر أربعة تماثيل أشروخ 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 في العصاب أشروخ في الطول أشروخ أشروخ في السقف هل ترى أشروخ؟ كم من الأماكن التاريخية التي لا أعرف عنهم حكم في هذا المكان يستاهل اهتمام ويستاهل الزيارة ويستاهل نحن ندرجه على خريطة السياحة عشان مكان زي ده مفيش منه كتير في العالم جمعية الجغرافية المصرية مكان عريق وعظيم وجميل صباح التاريخ صباح الجغرافية وصباح الفل